والنهاردة قررنا ان احنا نتكلم على معنى مهم ان احنا نأكده وخاصة في الظروف اللي احنا عايشين احنا تعودنا ان احنا عندنا حالتين فقط من كتر ما احنا عايشين حلس مع الشدة وحلس مع الرخاء لكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا شيء اسمه التعرف ايه اللي حاصل من تعرف الى الله في الرخاء تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فكده فكأننا تعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان احوال الانسان مش منقسمة الى شدة ورخاءه بس ده منقسم إلى أربع أقسام مرحلة ما قبل الرخاء ومرحلة الرخاء ومرحلة ما قبل الشدة ومرحلة الشدة فكأن المراحل بقوم أربعة بناء على كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن إحنا عندنا أربع مراحل بنعيشهم في حياتنا أو أربع أحوال بنعيشهم في حياتنا زي الفصول الأربعة وبيبقى عندنا الصيف بيتمهد له بالربيع والشهداء بيتمهد له بالخريف فالرخاء بيتمهد له والشهد ده كمان بيتمهد لها وعشان كده ضعف الإنسان بيحصل في المرحلة اللي قبل الرخاء والمرحلة اللي قبل الشدة لأن دي المرحلة اللي بيستعد فيها الإنسان وممكن هنا كمان نشوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العاقل من دانا نفسه وعمل إلى ما بعد الموت يبقى الإنسان لازم دايما يكون عاقل إنه هو ينظر فلتنظر نفسه ما قدمت لغد يبقى إذن مرحلة الإعداد دي مرحلة مهمة جدا جدا في حياة الناس وفي ناس بيفسدهم على فكرة الرخاء زي ما في ناس بيفسدهم الشدة على فكرة وده موجود في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشة أن يكب في النار فلو حصل للشخص اللي بيفسده الرخاء لو حصل له الرخاء يفسد فالإنسان البصير على نفسه لازم يعرف يتعامل مع الأحوال الأربعة مش يتعامل مع الحالين بس لازم يتعامل مع الأحوال الأربعة